السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا حيا الله الإقوان حيا الله الأخوات حيا الله المتابعين والمتابعات حياكم الله أينما كنتم أينما حللتم وارتحلتم أهلا وسهلا بكم عندنا وأهلا وسهلا بنا عندكم نزمنى أن تكونوا في تتم الصحة والعافية وأن تكونوا بخير وعلى خير فيديو اليوم سيكون جميل ومختلف على الفيديوهات السابقة وسيكون فيديو مميز لأننا نضع هنا شيئا قيما ورفيعا وقويا ومهما وقليلا في نفس الوقت وتحصلنا عليه بصدفة بالغة وكأنك تقول إن الله سبحانه وتعالى قد يعني وضعه في طريقنا هذا الشيء هو العنبر الأصلي الخام الحر عنبر الحوت هو هذا هو ما ترونه الآن هو هذا هذه المده هي مده قيمة كما تعرفون أولا سواء كانت في الثمن أو في القيمة أو في منافعها سواء كانت الرحانية أو الجسدية ولها استعمالات عديدة إن شاء الله سنضعها في هذا الفيديو وفي فيديو قادم إن شاء الله قبل أن نبدأ في سرد وقائع هذا الفيديو وهذا الحلقة هذه أتمنى أن تشتركوا في القناة وتدعو أصدقائكم لاشتراكوا في القناة وتنشروا رابط هذا الفيديو لأنه سيكون فيديو مهم سيحتاجه الجميع لأن كثير من الناس ستحتاج هذا الأمر وكذلك إذا أعجبكم هذا الفيديو دعوا له الإعجاب وأيضا نشكركم على تعليقاتكم التي مرت مع أن بعض التعليقات مستفزة جدا ونضطر في بعض الأحيان أن نمسح بعض التعليقات إذا في ماذا يفيد العنبر الحر بالنسبة لفوائده العضوية أو الجسدية سنجعله هو الفيديو القادم أما اليوم سنتطرق إلى فوائده العظيمة الروحانية والتي ستحتاجون منها وهو علاج السحر أي أنواع من السحر إن أقوى منفع للعمر الحر الأصلي هو علاج السحر المأقول والمشروب طبعا وعلاج أيضا المس العاشق الجن العاشق أيضا إذا في الرأي أن نضع الآن علاجه في السحر المرشوش والأسف المأقول والمشروب وإذا أردتم علاجه بالنسبة للمس الجن العاشق نعمله وأيضا يصلح كذلك للعين كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو فهذا العنبر هو طبعا غادي التمن لكن نأخذ منه قطعة صغيرة جدا مثلا غرام أو غرام ونص على حسب طاقة الإنسان ثم نأخذ ماء بئر أو ماء عين ثم نقرأ عليها نقرأ على ماء البئر أو ماء العين الرقية كما هي كاملة والرقية لمن يسأل عنها فقط اكتب الرقية الشرعية للسحر لفق السحر في جوجل يطلع لكم كثير من المشايخ تقرأ الرقعة أو المكتوبة تقرأها بنفسك على ذلك الماء ماء البئر أو ماء العين قليل يعني نقدر نصف كأس تقريبا أو شيء من هذا القبيل ثم تضع فيه القرام أو نصف القرام ثم بعد ذلك تتركه يغبا كامنا ثم تبدأ في شرب ثلاث رشفات صغيرة جدا كل يوم لمدة مثلا ثلاثة أيام إلى سبعة أيام هذا الأول الشيء الثاني وتأخذ عسلا حقيقيا والأفضل للعسل ألا تشتريه هذه نصيحة لا تشتروا العسل شوفوا أحد طبوه من أحد إذا لم تجدوا اشتره ولكن الأفضل للعسل الحقيقي أن لا يشترى بالمال أن يعطى أو يهاب طيب ثم تأخذون مثلا جرام آخر أو جرام ونصف أو نصف جرام حسب الطاقة ثم تضعه في ذلك العسل حتى يداب تديبونه في ذلك العسل ثم تأكلون مثلا مقدار نصف أو ربع ملعقة صغيرة من ذلك العسل على الريق لمن ليس عنده مرض السكري واللي عنده مرض السكري يكتفي بالماء والعنبر والطريقة الثالثة هو أنكم تأخذون ذلك ما تبقى منه ثم تتوضعون به كالوضوء للصلاة دون مسي الرجل أو غسلها لأنه فيه قراءة الرقية الشرعية فقط تمسحون على الكعب فوق الكعب تمسحون به المفصل الموجود في الكعب تمسحون به وتدهنون جميع المفاصل الركبة الغمرة السواعد إلى آخره ثم تتوضعون الوضوء للصلاة ثلاثة أيام أو سبعة أيام وإن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى تكونون بخير وعلى خير هذا الجزء الأول انتهينا منه فإن شاء الله في القريب العاجل نعنى إذا أردتم أن تتركوا تعليقا إذا أردتم أن نعمل حول مس الجن العاشق نعمله إن شاء الله الشيء الآخر بالنسبة للعين وبالنسبة للعكوسات وللتوابع إلى آخره ماذا نفعل نأخذ مقدار صغير من العنبر الأصلي الحر ثم نضعه في المبخرة ثم نشم دخانه يعني بمعنى الشم يعني نشم نستنشق يعني شهيق قوي يطلع الدخان دخان العنبر الأصلي يطلع مع المناخير فإنه يشفي أيضا العين والتوابع والقرناء إلى آخره وأيضا هو قوي جدا ضد الجن وضد السحر إلى آخره لكن أساسه هو ضد ضد سحر المشروب والمأكول هذا كل ما في الفيديو أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو إن شاء الله إذا أعجبكم دعوا له زر الإعجاب ثم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعيلوا زر الجرس ورجاء يعني انشروا هذا الفيديو حتى ينتشر بين الناس وتكون يعني فائدة لجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته